لا تزال قضية موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق مثار جدل مستمر بين الأحزاب والكتل السياسية التحالف الوطني أعلن أنه سيحشد نوابه في مجلس النواب في جلسة تعقد غدا السبت من أجل المصادقة على الموعد المحدد للانتخابات في الثاني عشر من مايو القادم مهددا باللجوء إلى القضاء في حال جرى تأخير هذا الموعد إجراء يواجه به التحالف الوطني القوى السنية التي تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات فيما يعيش البيت الكردي حالة تصدع من قسمات بشأن عملية المشاركة برمتها يبدو أن محاولات قوى سياسية عراقية تأجيل الانتخابات في طريقها للفشل آخر تجاذبات المشهد السياسي تلويح التحالف الوطني في العراق بقيادة عمار الحكيم باللجوء إلى القضاء في حال جرى تأخير موعد الانتخابات التحالف قال إنه سيحشد نوابه في البرلمان في الجلسة التي ستعقد السبت لأجل المصادقة على الموعد المحدد للانتخابات في الثاني عشر من مايو المقبل وهدد التحالف بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتحقيق المصادقة على موعد الانتخابات في حال رفضه البرلمان أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فأعلن رفضه أي محاولات لتأجيل الانتخابات حيث أكد لممثل الأمم المتحدة في العراق أن الانتخابات ستجري في موعدها المقرر وفقاً لاستحققات الدستورية واشنطن بدورها دخلت على الخط حيث أكدت في بيان لسفارتها في بغداد أنها تدعم بشدة إجراء الانتخابات في مايو المقبل تماشياً مع دستور العراقي محذرة من أن التأجيل سيشكل سابقة خطرة ويقود الدستور القوى السنية التي تدفع في اتجاه تأجيل الانتخابات إما بشكل كامل لمدة لا تزيد عن عام أو تأجيلها بشكل جزئي في محافظات ديالا وصلاح الدين ونينوى والأنبار التي شهدت العدد الأكبر من حالات النزوح مبررة ذلك بأن الظروف غير مناسبة لوجستياً لإجراء الانتخابات فيما يقول خصومها أنها تخشى من معاقبة الناخبين لها لفشلها في حماية هذه المناطق من تنظيم داعش بمقابل ذلك تبدي القوى الشيعية المختلفة رغبة بخوض السباق الانتخابي في موعده خاصة أن كل منها يعتقد أن بإمكانه تحقيق نتائج إيجابية فيما يشهد البيت الكردي تصدعاً وانقسامات حادة بعد إعلان الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني مقاطعة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها التي وصفها بالمحتلة واستمرار حال الانقسام داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وارى متابعون أنه على الرغم من الوضع في المناطق السنية تم تسجيل نحو 54 حزباً لقوض الانتخابات في هذه المناطق معظمها أحزاب جديدة يبدو أنها تحاول الاستفادة من حال الاستياء الشعبي من أداء الأحزاب التقليدية خلال محنة داعش ثم النزوح وما بعدها معنا من بغداد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري أهلاً وسهلاً بك إلى سكاي نيوز عربية وإلى غرفة الأخبار بعد التصريحات الأخيرة التهديد للجوء إلى القضاء جلسة أمس التي فشلت في حسم الموضوع أو حتى دعم حشد التوجه إلى التأجيل هل تعتقد بأن جلسة السبت غداً عبتت محسومة سلفاً بإقرار موعد الانتخابات وانتهاء أمل كل من كان يراهن على احتمال التأجيل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولجميع أستاذ المشاهدين يعني أعتقد أننا ذاهبين باتجاه غداً باتجاه أقرار 12 أيار هو موعداً ثابتاً لقيام الاستحقاق الانتخابي القادم وطبعاً يعني وفقاً للثوابت الدستورية مجلس النواب يصادق وبعدها تخرج وثيقة رئاسية من رئاسة الجمهورية تثبت ولكن لنفرض جدلاً حتى لو لم يقم مجلس النواب بواجباته باتجاه المصادقة على هذا الموعد فبتقديري المحكمة الاتحادية يعني إذا ما وجهت لها طلباً رسمياً أو باستفساراً رسمياً ستثبت هذا الموعد بناء على ما حددته مفوضية الانتخابات والحكومة العراقية عملياً الاستحقاق الانتخابي القادم في موعده وكل محاولات إجهاض هذا الاستحقاق باءت في الفشل واليوم أيضاً حتى في المحافظات الشمالية والغربية ذات الأغلبية السنية صرح بشكل واضح وصريح الأخوة المحافظين على قاعدة أهل مكة الأذرة بشعابها محافظ صلاح الدين محافظ الموصل وأيضاً محافظ الأنبار بأن المحافظات جاهزة للاستحقاق الانتخابي القادم وهناك رغبة لدى المواطنين بالذهاب باتجاه صناديق الاختراع واختيار ممثليهم الحقيقيين وطبعاً لكن اسمح لي هنا سيد فادي كيف الناخبون جاهزون في تلك المحافظات ما زال هناك أعداد كبيرة من اللاجئين في مخيمات لجوء هل تتوقع أن تقوم الحكومة بما يشبه المعجزة أو عمل خارق فعلاً خلال الأشهر الأربعة القادمة من أجل ترتيب الأمور في تلك المحافظات وهل هناك احتمال قانوني أو ثغرة ممكن من خلالها تأجيل الانتخابات في تلك المحافظات حصراً هل هذا احتمال وارد؟ أبداً أي ثغرة قانونية في قضية تأجيل موعد الانتخابات لا يوجد وحال المحافظات اليوم هو مئة مرة أفضل من الحالات التي كانت في الاستحقاقات السابقة في 2014 وفي استحقاق 2013 وفي استحقاق 2010 وفي استحقاق 2009 في فضل ما قبله اليوم لأول مرة 2018 الاستحقاق الانتخابي أو موعد الانتخابات ستكون الدولة العراقية باسطة يديها على كل شبر من الأراضي العراقية أما موضوعة النازحين أنا تخديري هذه شماعي يحاول البعض التشبث بها عندما نراجع الأرقام الرسمية التي أصدرتها وزارة الهجرة والمهجرين ومفوضية حقوق الإنسان نسبة عودة النازحين إلى محافظة صلاح الدين مثلا هي 92% نسبة عودة النازحين إلى محافظة الأنبار ومركزها الرمادي هو 54% أيضا محافظة نينوة الأغلبية العظمى من النازحين في الأغذية والنواحي والقرى قد رجعوا لدينا مشكلة في مركز المدينة وتحديدا في الجانب الأيمن من مدينة الموصل نسبة الرجوع فيه قليلة عموم النازحين عموم النازحين هم 600 ألف يعني الباقي من أصل 5 مليون المتبقي هو 615 ألف عائلة نازحة وهؤلاء أيضا موجودين ما بين محافظات الوسط والجنوب وأيضا ما بين محافظات كردستان العراق وطبعا هؤلاء ليسوا كلهم سنة فيهم سنة وفيهم شيعة فيهم شيعة الموصل مثلا النازحين إلى محافظات الوسط والجنوب وسنة الأنبار أيضا نازحين هنا طالما طرحت هذه النقطة هؤلاء نصف مليون وخمسمائة ألف سواء في بخيمات نزوحة هل يمكن الوصول إليهم وتقديم تأمين إدلاء الأصوات هناك طبعا طبعا ولماذا قلت أن هذه شماعة ما الذي تريده هذه القوى السياسية من التأجيل هل هي تخشى شيئا من هذه الانتخابات طالما أنك اعتبرت أن موضوع النازحين واللاجئين شماعة ما الهدف الحقيقي؟ طبعا أولا في السؤال بالتأكيد المفوضية أكدت بأنها وصلت إلى جميع المخيمات النزوح وبدأت في عملية التسجيل البيومتري وهي ماضية باتجاه استكمال إجراءاتها مع النازحين بالمناسبة هناك نازحين هم لا يرغبون الرجوع مثلا في مخيمات الإسليمانية وفي مخيمات أربيل هم الآن مرتاحين هم الآن مفتوح ممكن أن يرجعوا لكن هناك مجموعة قضايا لعلهم مندفعين باتجاه البقاء بعضهم مرتبط في قضية المدارس وهم ينتظرون لنهاية الفصل الدراسي لكي ترجع هذه العوائل بالنتيجة أما قضية الشماعة هذه القوى اليومي عندما نرى الخارطة السنية مثلا نسبة الأحزاب التي سجلت رسميا في مفوضية الانتخابات هم 54 حزب داعش حزب فقط إلى 12 حزب أما داعش أو 12 حزب فقط هو حزب قديم هذا يطيني مؤشر على أنه 43 إلى 44 حزب جديد سجل في مفوضية الانتخابات من شخصيات عائشة المعاناة مع الناس وهؤلاء سجلوا في المفوضية ويريدون الخوض بالعملية السياسية كممثلين جدد هذا يعطي مؤشر خوف لدى الكتل السنية المتصدية للمشهد الآن وتقديري هو الضغط من النواب وليس فقط القوى النواب هذه القوى هم يخشون من عدم التجديد لهم في مناطقهم على اعتبار أن هناك على مدار أربع سنوات هم لم يزوروا المحافظات لم يكونوا حاضرين مع معاناة أهلهم الكثير منهم كانوا في سفر طبعا مع الاحتفاظ إلى أن هناك جزء قليل من النواب السنة كانوا حاضرين وساحموا حتى في عمليات التحرير التي جرت لكن واضح أعتقد لي أي منصف وأي متابع ومتتبع حصيف إلى أن يرى أن الأغلبية من النواب محافظات صلاح الدين محافظات نينوى محافظة الأنبار محافظة كركوك كانوا بعيدين عن أهلهم كانوا لا يواصلون أهلهم كانوا دائما تراهم في عمان تراهم في أربيل تراهم في دبي تراهم في دول أخرى وهم غير حاضرين مع معاناة الناس بالنتيجة نحن نقدر هذه الهواجس نحن لا نريد أن نقفز على طبيعة هذه الهواجس لكن نقول أننا أمام استحقاقات دستورية والدستور ثابت للجميع وهو الضامن الوحيد لكل المكونات في أن يعيش تحت ظل وأن يستقوي فيه وأن نقوي منطق الدولة وأن نذهب بهذا الاتجاه جميعا لا يصح أبدا أن نعبر على هذا الاستحقاق شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري شكرا جزيلا لحكمة